هل التركيبة اللي على ما يبدو كيفما قرأنا أو تابعنا في أحوال أو شاهدنا أيضا في أحوال أخرى زي مؤخرا في شهر رمضان اللي فات خيرة الشاطر تركيبة واضح جدا إنها ميالة جدا للعنف شخصية حدة جدا وحدية جدا يعني إما أنا أو لا شيء بس التركيبة دي هل تستطيع التأثير على آخرين لاستمالتهم يعني أن احنا كنا نسمع أنه في طيارين دايما جوا الجماعة سقور وحمائم أنا من أنصر أنه ولا في حمائم خالص في القصة لكن مثلا كانوا يقولوا عن مرحوم عصام العريان أنه من الحمائم وأنه طيار الشاطر دول طيار السقور لكن وجدنا فيما بعد أنه دكتور عصام ومن ولا ذهبوا إلى صف خيرة الشاطر ووقفوا جميعا ووقفوا واحدة هل دا كان بالإقناع وبالسياسة ولا بالتخويف والترهيب واحد زي ما كنا بنتكلم زي المهندس هيسة أبو خاليل بتاع اسكندرية كتب كتاب قد كده اسمه خارط الشاطر المفتري علينا وأول ما تشاور له راح هل تشاور له ترهيبا أم تشاور له ترغيبا دا اللي أنا ما بفهموش جواهدي الجماعة داخل تنظيم الإخوان فيه ما نقدرش نقول سقور وحمائم لكن نقدر نقول بعض الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بأن يجب ممارسة السياسة داخل التنظيم بمعنى أن احنا مش قادرين ناخد التنظيم في اتجاه معين فنحاول نمارس قدر من التقية حتى داخل الصف الإخواني مع هذه القيادات إلى حد أن التنازل يبدأ ولا ينتهي يعني المثال اللي حضرتك ضربته أصام الأريان الله يرحب أصام الأريان كان عنده ميول إصلاحية بالمناسبة نحن نترحم على كل الموت كان عنده ميول إصلاحية هذه الميول الإصلاحية اصطدمت بالقضيين اللي يعني منعه ترقيه داخل التنظيم إلى حد أنه حجب عنه عضوية مكتب الإرشاد بفعل هذا الفريق تحديدا وإلى درجة أن محمد مهدي عاكف هدد بالاستقالة لو لم يتم تصعيد خيرات الشاطر لأنه كان يحوز الترتيب الأكتر في عدد الأصوات ضعد محمد هلال العضو الأسبق فيه والمحسوب على النظام الخاص الشاهد أن أنا حرجعك لموقف حصل والإخوان كانوا يقتربون من الحكم في 2012 حصلت انتخابات داخل ما يسمى بحزب الحرية والعدالة اللي وقتها كان الحزب يتهيأ للحكم كان حاز نسبة كبيرة من انتخابات البرلمان 47% مع بقية السلفين كان وصلوا لـ 73% من البرلمان المصري في الوقت ده كان فيه تربيط بين القضيين على أن محمد سعد الكتاتني يجي رئيس الحزب طبعا أي حد له علاقة بالسياسة داخل من الليبراليين واليساريين والمصريين كان عنده علاقات قوية وعلاقات جيدة جدا وعلاقات جيدة بالإعلام كمان جدا فده كان يؤهله أنه يكون أنجح في إدارة زراع سياسي أو حزب سياسي لكن يبقى أنه عنده ذاتية لا يقبلها تنظيم والتنظيم لا يقبل بأي قدر أو أدنى قدر من الزاتية لذلك وليه اختار محمد مرسي تحديدا يبقى لأن ما عنده ذاتية خالص يعني هو راجل مسلم تماما يمين يمين شمال شمال باش مهندس ألوه أنا من هنا بحيي الفنان صبري فواز لأنه استطاع أن يقترب من العالم النفسي صح لشخصية الرجل وإزاي إماءاته ولغة جسده كانت بتعبر عن مكنوناته أنه حتى لو يعني لو فيه ذاتية مش حيسم التزامه التنظيمي لن يسمح لها بالخلوق شاهد أن هذه النوعية هي النوعية المفضلة داخل التنظيم أي حد عنده قدر من الزاتية على طول عجلة الطرد المركزية داخل التنظيم التي يمسك بزمامها القطبيون تستبعده زي ما حصل مع أبنان عفتوح أبنان عفتوح عنده ذاتية يعني له شخصية أو له خياله الخاص أو رؤيته الخاص دكتور أبنان عفتوح شايف نفسه المؤسس الثاني للجماعة بعد حصل النظام وهو إلى حد كبير يحسب المراقبين أنه هو فعلا من أحد من ساعده على طبعا إعادة البعث الجماعة أو إعادة بعث لهذا التنظيم فجيل السبعينات ده كله اللي كان عنده علاقات بفرخاء الساحة السياسية عنده علاقة بالسياسة برضه طلع في فضاء السادات اللي هو السادات كان فتح يعني فيه طبعا فجوة واسعة بين فترة الرئيس الرحل عبد الناصر ورئيس السادات كان دخلنا في يعني تعددية مقيدة ثم منابر ثم يمين ويسار يعني كنا بدأنا ندخل في تجربة ما صحيح فدي أتاحت حراك نقابي حراك على مستوى الأحزاب السياسية والقوة الجيل ده تشكل كان الجيل ده عنده مشكلة مع جيل النظام الخاص اللي هو لا يؤمن سوى بالعمل السري العمل من تحت الأرض أن التنظيم يفضل تحت الأرض حتى أن خيرة الشاطر كان لا يخفي أبدا حتى بعد يعني صعود الإخوان في أعقاب 25 يناير أنه هو مش سعيد بأن تنظيم الإخوان تجاوز مئات الألوف وأن الأمر ده خطر جدا على التنظيم وأنه يفضل أن يكون التنظيم عدد أفراده خمسين ألف بس بس يبقوا كلهم عسكريين يسمعوا ويطيعوا على مستوى معين من التأهيل لفعل عسكري هو بيفكر فيه وأعتقد الرئيس السيسي كان واضح في الحديث عن مسلسل الاختيار وما خرج من رسائله في أنه التهديد كان حاسما وواضحا وكاشفا لبنية الرجل الفكرية وقناعاته الشخصية التي صدقتها هذه التسريبات ترجمة نانسي قنقر